السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب 3 سنوات ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض الغدد التناصلية واللي اسمها المنسل المنسل في الزكر هي الخسية والمنسل فيлючا هي المبيض عزين نشوف الوظيفة الاساسية للمنسل بالنسبة للزكل الوظيفة الاساسية للخسية هي تكوين الجاموطات الزكري اللي هي الحيوانات المنوية في الزكل الحيوانات المنوية وده الوظيفة الاساسية بتاعتها لكن بالنسبة للانسة المبيض الوظيفة الاساسية بتاعته هو تكوين النظامتات الانسوية اللي هي البويضات والوظيفة السانوية والوظيفة التانية يعني افراز الهرمونات الجنسية يبنى معايا دلوقتي الغدد التنسلية بيكون لها وظيفة اساسية وبيكون لها وظيفة سانوية الوظيفة الاساسية بالنسبة للخص في الزكر هو تكوين الحيوانات المانوية والوظيفة الاساسية بالنسبة للمبيض في الانسة هو تكوين البويضات إنما الوظيفة السنوية إفراز الهرمونات الجنسية واللي احنا نتكلم عنه بالتحديد بقى في الفيديو ده هو الهرمونات الجنسية سواء كانت في الزكر أو في الأنسة الهرمونات الجنسية في الزكر اسمها الأندرو جينات وكلمة أندرو معناها باللاتيني يعني زكر فما نطلق بش في الكلمة دي خالص لأن أنا معايا بعد كده الهرمونات الجنسوية الأنسوية بيباسمها الأستروجينات فيبقى الأندرو جينات هي الهرمونات الجنسية الزكرية والأستروجينات هي الهرمونات الجنسية السنوية طيب من هي الأندروجينات؟ الأندروجينات هم اتنين التستسترون ده واحد هو التستسترون والتاني اللي هو الأندرسترون بالنسبة للتركيب أو الطبيعة الكيميائية بتاعتهم بالنسبة للتستسترون والأندرسترون هم عبارة عن استرويدات اسمهم استرويدات يعني استرويدات يعني مواد دهنية مواد دهنية وطالما هم مواد دهنية يبقى كده مش بيقدروا ان هم يدوبوا ولا في البلازمة الدم ولا في الدم عاما تاني يبقى لا لا يزوبوا في الدم لا يزوب في الدم لأنهم عبارة على المواد دهنية كمان برضو طالما مواد دهنية يعني كده يقدروا يعدوا من الغشاء بتاع الخلية وبالتالي كده المستقبلات بتاعتهم هتكون على داخل الخلية المستقبلات تكون داخل الخلية المستقبلات بتاعت الهرمونات دي بتكون داخل الخلية ل hurricane لان دي هرمونات دهنية وانا عند الغشاء بتاع الخلية magistvic للسخر فيعني كده الطبيعة بتاعت الغشاء يعبارا عالمواد الدهنية طالما مواد الدهنية بكده يقدر انه يعدي منها عادة خلص مفيش اي مشكلة انما عند البروتيرات المستقبلات بتاعتها بتبع على الصفح خارجي للخلية لان البروتانات طبعا ما تعرفش تتعدي من الدهود. طيب. كلام ده بينطبق على طبعا السبع هرمونات. انا معي سبع هرمونات استرويدات اللي هما بيتفرزوا من قشرة الغداء الخذارية والاربع اللي هما بيتفرزوا من المناسل. طيب. بالنسبة للمكان الافراز. اه بيتفرزوا من حاجة اسمها الخلايا البينية. بيكون فيه عند الخسية. دي كده مثلا الخسية هي تحتوي لحاجة اسمها الانيبابات المنوية. الانيبيبات المنوية ديت وظيفتها انها بتعمل على تكوين الحيوانات المنوية هي اللي بتنتج الحيوانات المنوية وكمان بتصبها في قناة خاصة بها طبعا بتخزنها في البربق هنا كده وتصبها في قناة خاصة بيها علشان كده بعتبر ان الانيبيبات المنوية ده هي غدة قنوية ليه غدة قنوية؟ لانها بتكون الحيوانات المنوية وبتفرزها في قناة خاصة بيها لكن ما بين الانيبيبات المنوية بيكون فيه خلايا اسمها خلايا بينية يكون فينا كده خلايا اسمها خلايا بينية الخلايا البينية دي هي بقى اللي بتفرز الاندروجينات اللي هو التستسترون والاندروستيرون واللي بيتم تحفزها اصلا بواسطة هيرمون اسمه الـ LH هيرمون اسمه الـ LH ده بالنسبة للمكان الافراص وهتكلم برضه تاني عن مكان الافراصي الوظيفة بالنسبة للتستسترون والاندروستيرون هو اظهار الصفات الجنسية السنوية زي مثلا خشونة الصوت زي مثلا قوة العضلات زي مثلا نمو شعر الوجه يعني مثلا ما اقولك الهيرموني اللي بيكون مسؤول عن بناء العضلات في الزكر البالغ هتقولي مثلا التستسترون هو اي نعمة جي اتش بيشاركوا كل حاجة بس طالما زكر بالغ وانا حددت الكلمة حددت زكر بالغ من بانا كده اصدي على التستسترون لان التستسترون من ضمن وظيفه هو اظهار صفات الجنسية السنوية زي مثلا قوة الايه قوة العضلات بيزود من القوة الجسمانية الوظيفه التانية هو نمو البروستاتا والحويصلاتين المنويتين والبروستاتا والحويصلاتين المنويتين بيكون لهم دور كويس جدا في تصبيت البي اتش بتاع قناة مجرى البول عشان خاطر يمهدوا الدنيا لمرور الحيوانات المنوية والحيتة دي هنيفهمها اكتر في التكاثر ان شاء الله ده كده شكل البروستاتا هي غدة واحدة لكن الحويصلاتين المنويتين بيكونوا اتنين على الجنبين وظيفته من النمو بيفرزوا سائل اسمه سائل المنوي بيزبط البي اتش عشان خاطر الحيوانات المنوية تقدر انها تمشي داخل قناة مجرى البول لان البي اتش بتاع الحيوانات المنوية بيختلف عن البي اتش بتاع البول وطبعا الاتنين بيمشوا في نفس القناة فبحتاج ان انا حاجة تزبط للبي اتش ده فاللي بيزبط البي اتش هو الحويصلاتين المنويتين وغدة البرستاتا طيب بص كده تعالى نجيب الموضوع من اول وخاطر انا عند الغدة النخمية الفص الامام الغدة النخمية بيفرز مجموعة من الهرمونات من ضمن الهرمونات دي هرمون اسمه FSH استعمال الهرمونات داه ف مرحلة الطفولة بيعمل على تكوين الديبات المنوية بيروح هنا كده على الخصية وبيعمل على التكوين الديبات المنوية طيب هو من اوليبات المنوية طيب وبعض البلوغ فخلاص كده لا اوليبات المنوية تكوانت في من شخصية بتعمل الاوليبات المنوية highly تكوين الحيوانات المنوية انتاج الحيوانات المنوية يبانى دلوقتي معايا هيرمون اسمه هيرمون الـ FSH اسمه الهيرمون المحاصل عشان خطر بيكون لي حويسلة جراف في الانسة ولكن في الزكر هو بيعمل على تكوين الابانات المنوية في مرحلة طبعا الطفولة وبعد سن البلوغ بيعمل على انتاج الحيوانات المنوية او بيحفز الانبابت المنوية على انتاج الحيوانات المنوية علشان كده لو في شخص مثلا لو زكر عنده مثلا نقص في ال FSH ده ده هيأثر على خصوبة الزكر ده ولو طبعا ما عندوش FSH نهاية هيكون زكر عقيم طيب انا عندي الاوليبيات المنوية قلتلك بعتبرها ان هي غضة قنوية ليه غضة قنوية لانها بتفرز الحيوانات المنوية في قناة خاصة بيها بتصب خارج الجسم علشان كده بقولك الاوليبيات المنوية بتكون زات افراز خارجي زات افراز خارجي خارج الجسم كمان خارج الجسم طيب ده كان بالنسبة لل FSH طيب بتفرز هيرمون تاني بقى اسمه الهيرمون المصفر اللي هو LH LH ده بيروح بقى يعمل على تكوين ينبه تكوين خلايا اسمها خلايا بينية خلايا هي موجودة ما بين الاوليبيات المنوية خلايا بيعمل على تنبيه الخلايا البينية تنبيه الخلايا البينية طيب هي بتعمل الخلايا البينية ده تفرز بقى هيرمون هيرمون التستسترون وهيرمون تاني اسمه الاندروستيرون اندروستيرون يبدل الوقت من اللي بيحفز الغدد الصماء داخل الخصية من عند الخصية دي غده مشتركة في منها غدد قنوية اما هيرمون تحتوي علي غدد سماء من الغدد الصماء خلايا البينيه لهيه بقول ان الخلايا البينيه غادد الصماء لانه تفرز هيرمون ضيم الشيء في مجرى الدم مجرى الدم على طول تفرز هيرمون التمشي في مجرى الدم والتالي كده بقول عليها غدد صماء طب من اللي بيحفز الغدد الصماء هو LH مثل من اللي بحفز الغدد القنوية هو Moroc hearts ايتش. طيب. ده كان بالنسبة للهرمونات بتاعت الهرمونات الزكريا. الهرمونات الزكرياة. الطيبzenie수를 سألوك بصلك من الهرمون الي بينبه او غضية سماء خارج تجويف الجسم. هو غضية صماء خارج تجويف الجسم يعني كده اصدى على مين؟ اصدى على الخلايا البيينية. اصدى على الخلايا البيينية. طبعا وطالما موجودة خارج تجويف الجسم يبقى اصدع الخصية ده المفروض الاول يعني يبقى الخصية دي اللي بتكون موجودة خارج تجويف الجسم بيكون فيها غدة صماء اه مين هي الخلالبينية من الهيرمون اللي بينبهها هو طيب لما اجا اقول لك هيرمون بينبه غدة قنوية خارج تجويف الجسم اللي بيكون خارج تجويف الجسم ده مين الخصية طيب بيكون فيها غدة قنوية اه مين الغدة القنوية هي الانيبيبات المنوية الانيبيبات المنوية ده بينبيها طبعا من اللي بينبيها الهرمون الـ FSH طيب أثر غياب هرمون الـ LH هرمون الـ LH ده بيعمل على إفراز من التستسترون والأندروستيرون والهرمون الدي لها وظيفة اسمها إظهار الصفات الجنسية السنوية في الزكر إظهار الصفات الجنسية زي مثلا شعر الواجه خشونة الصوت نمو العضلات فأصبح دلوقتي لو مش موجود الـ LH مش هينبه الخلايا بينيه على إفراز التستسترون والأندروستيرون مش هتظهر الصفات الجنسية السنوية بجأة أقول لك هنا عدم ظهور الصفات الجنسية السنوية في الزكر زي مثلا زي خشونة الصوت وزي نمو شعر الواجه طيب أثر غياب هرمون الـ FSH لو الـ FSH ده مش موجود هيحصل لها طبعا هيحصل لعكم للزكر لأن الهرمون ده هو اللي بينبه الهرمون ده هو اللي بينبه لخلايا النبيبات المنوية على إفراز الحيوانات المنوية طيب أثر غياب بقى الـ LH والـ FSH هتقول لي بقى الـ 2 مع بعض عدم ظهور الصفات الجنسية السنوية وطبعا الزكر ده هيكون عقيم نيجي بعد كده للهرمونات الجنسية الأنسوية أو اللي اسمها الأسترو جينات الأسترو جينات بصر بقى كده نفس الفكرة تعالى ناخد الموضوع بالترتيب شوية أنا عندي الفصل الأمامي لغدة النخمية بيفرز لهرمون اسمه هرمون الـ FSH وليه اسم تاني اسمه الهرمون المحاصل الهرمون الايه؟ المحاصل الأنسة لما بتتولد بيكون عندها مبيض فيه مجموعة من الخلايا اسمها الخلايا البيضية الأولية فيه شوية خلايا كده موجودين اسمهم خلايا بيضية الأولية بعد سن البلوغ الفصل الأمامي لغدة النخمية بيفرز لهرمون اسمه FSH بياخد الخلايا ده هي توعد يكبرها يكبرها ويدخلها جوه حويصلها اسمها حويصلة حويصلة ايه؟ جراف علشان كده بقولك اسمه الهرمون المحاصل لان هو اللي بيخلي البويضة تكبر في حويصلها اسمها حويصلة جراف طيب حويصلة جراف ده هيت لما بتكبر بتفرز لهرمون اسمه هرمون الاستروجين استروجين او ليه اسم تاني اسمه هرمون الاسترديول الاسترديول طيب الهرمون ده بيكون مسهول عن اظهار الصفات الجنسية الجنسية السنوية في الأنسة زي مثلا كبر حجم الغدد السادية وزي نعومة الصوت وابعد كده تفرز طبعا بعد حويصلة جراف يتكونت كتابت العمنه الفصل امامى كمان بفرز لي هرمون اسمه LH اسمه الهرمون المصفر ليه المصفر؟ لان يمسك حويصلة جراف مفكارها ويكون لجسم اسمه الجسم الاصفر الجسم الاصفر طيب الجسم الأصفر ده بيفرز لهيرمون اسمه هيرمون البروجيسترون البروجيسترو وهيرمون البروجيسترون ده معروف باسم هيرمون الحمل لكن هيرمون الاستروجين ده غير النوع أصلا ليه اسم تاني اسمه استراديول اللي كمان بيعروف باسم هيرمون البلوغ لأنه بيكون مسؤول عن إظهار صفات البلوغ في الأنسة إنما ده هيرمون البروجيسترون ده بيكون مسؤول عن تنظيم دورة الحمل في الأنسة من اللي بيفرزه الجسم الاصفر وخلي بالك البرجسترون ده بيتفرز من اكتر من مصدر من الجسم الاصفر في اول 3 شهور وبعد كده بيتفرز من المشيمة اللي بتكون موجودة في اللي بيكون موجود جواها الجنين يبقى اللي حصل دوقتي اننا فيه انسة مولودة بمبيض المبيض ده طبعا بيكون عندها اتنين بس انا هجايب مثال على مبيض واحد المبيض ده بيكون في مجموعة من الخلاسما الخلاة البيضية الاولية بعد سن البلوغ الغدة النخمية الفصل امامي بالتحديد من الغدة النخمية بيفرز لهيرمون اسمه هيرمون FSH او الهيرمون المحاصل الهيرمون ده بيروح يكبر الخلايا الصغيرة ده هي يعني يكون لها حويصلة كده تبقى موجودة داخل حويصلة الحويصلة ده اسمها حويصلة جراف حويصلة جراف بتفرز هيرمون اسمه هيرمون الاستروجين او الاستراديول وده معروف باسم هيرمون البلوغ لانه هو اللي بيكون مسؤول عن يظهر صفات البلوغ في الانسة وخلي بقى لك حوصلة جراف بنقول عليها غدة صماء مؤقتة مؤقتة ليه لانها مش بتكون موجودة يعني بتظهر وتختفي عهية هنا هيجي لها كمان شوية هرمون اصلا يفجرها اللي هو مين اللي هو ال ال اتش بيفجرها تمام فلما بيفجرها بيتكون لجسم اسمه الجسم الاصفر برضو الجسم الاصفر ده بقول عليه غدة صماء مؤقتة ليه مؤقتة لانه برضو هيقعد اول تلت شهور بعد كيه يختفي هو ما كانش موجود ده هو تكون بعد الايه بعد الجسم بعد حوصلة جراف وهيقعد تلت شهور ويختفي وبالتالي بقول عليه غدة صماء مؤقتة غدة صماء لانه طبعا بيفرز هرمون في الدم بشرة ومؤقتة لانه ما بياخدش يعني مش بيكون موجودة على طب بيزر وبيختفي بيفرز له هرمون اسمه البروجسترون هرمون البروجسترون ده بيطبعا اسمه هرمون الحامل لانه بينظم دورة الحمل وكمان بيعمل على الغدد بينظم التغيرات اللي بتحصل في الغدد السادية أثناء فترة الحمل ودي كانت الهرمونات الهرمونات الجنسية الأنسوية هناخدهم كده سريعا بيقولك هنا هذا الاستروجين أو الاستراديول معروف باسم هرمون طبعا البلوغ التركيب بتاعه ده بيكون هرمون دهني طبعا كل الهرمونات الجنسية دهنية ما عدا هرمون واحد هقولك عليه دلوقتي يعني كده الهرمون ده من الاسترودات وطالعا من الاسترودات يبقى كده لا يزوب فيه بلازمة دم وبالتالي بيكون مستقبلاته على الداخل مستقبلاته داخل الخلية طيب عدو الافراز بالنسبة للاستروجين عدو الافراز بتاعه هيكون حويسلة جراف طيب والوظيفة هيكون طبعا مسؤول عن اظهار صفات الجنسية السانوية طبعا في الانسة زي مثلا ايه نعومة الصوت ودي نعومة الصوت وزي مثلا كبر حجم الغدد السادية طيب البرجسترون التركيب نفس الفكرة هيكون هيرمون دهني يعني بتكون من مواد دهنية ونافس الفكرة بينطبق عليه هيكون لا يزوب بلازمة دم ومستقبلاته تكون موجودة داخل الخلية عدو الافراز لا بيكون هنا بقى عنده عدوين اول عدو هو الجسم الاسفر وتانا عدو هيكون يالمشيمة طيب بالنسبة لوظيفة البرجسترون هو بيعمل على تنظيم دورة الحمل تنظيم دورة الحمل خلي بالك انا عندي الاستروجين ده كان بيعمل على تنظيم دورة الطمس يعني البرجسترون كان من ضمن وظيفه انه بيعمل تنظيم دورة طمس انما البرجسترون كان بيعمل على تنظيم دورة الحمل زي مثلا ان هو بيزود الرحم ده بيعمل على نمو طبعا بيطانية الرحم ويزود الامداد الدمو بتاعها يعني مثلا انا عندي الاستروجين بيزود من سمك الجدار بتاع الايه بتاع الرحم ده انا عندي بقى البرجسترون بتزود من البطانة تاني بتزود من البطانة تانى بتزود من البطانة ويزود من ابتاد الدمو زيادة الامداد الدمه طبعا ايه? لبطانة الرحم. زي ما قلنا كده هينظم دورة الحمل هيعمل على اه زيادة الامداد الدمه لبطانة الرحم هيجهز طبعا الرحم علشان خاطر يقدر ان هو يستقبل البيضة المخصبة. وينظم طبعا التغيرات اللي بتحصل اه في الغودة السادية اسناء الحمل. ينظم تغيرات التي تحدث للسادية في فترة الحمل. بنسبة الغودة السادية كنت عايزة ارتب لك كده الهرمونات اللي بتشتغل على الغودة السادية. اول هيرمون بيشتغل على الغودة السادية هو الاستروجين. الاستروجين بيكبر من حجم الغودة السادية في فترة البلوغ. بعد كده تاني هيرمون هو البروجسترون. الهيرمون ده بيبتدي ان هو يزبط التغيرات اللي بتحصل في الغداء السادية في فترة الحمل. تالت هيرمون اللي بيشتغل في اخر فترة في اخر تلات شهور فترة الحمل هو هيرمون البرولاكتين. هيرمون البرولاكتين ده بيعمل على خلي بالك بقى بيعمل على انتاج انتاج اللبن. انتاج اللبن من غدد السادية طبعا في اخر فترة من فترة الحملة اللي هوها تقريبا اخر طلات شهور. نيجي بقى هرمون الرابع اللي بشتغل يوم الولادة نفسه. هرمون ايه? اصلا اسمه هرمون الولادة. هرمون الاكسوتسين. الاكسيتوسين. ده الهرمون اللي بيعمل على اندفاع اللبن من غدد السادية. اندفاع اللبن من غدد السادية. فلو فيه مسلا معانا ام. الام ده اه الام دي كمية اللبن اللي عندها بتكون كفاية بس الولد ابنها مش بيشبع من الرضاعة. تبقى مشكلتة عندي في ال اكسوتسين. ليه? لان ال اكسيتوسين بيعمل على اندفاع اللبن. يعني لو الام بتكون كمية كافية من اللبن ومع ذلك الولد او الجنين ده. مش بيشبع من الرضاعة. يبقى انا كده مشكلتة في ال اكسيتوسين. لان اصلا طيب اليرمون التالت وهو الريلكسين. خلي البقين بقى ده تركيب بيكون هرمون بروتيني. يبقى ده الهرمون الجنس الوحيد اللي بتكون مادة بروتونية وخلي بالك برضو الريلاكسين بيتفرز من ثلاث اعضاء من ثلاث اعضاء من ثلاث اعضاء الجسم الاسفر وعندنا المشيمة وكمان بيتفرز من بطانة الرحم من بطانة ليه الرحم طيب وظيفة الهيرمون ده هو انه بيعمل على الارتخاء الارتفاق العاني بيشتغل على نسيج ضام بيشتغل على نسيج ضام مين ده الارتفاق العاني بيعمل على ارتخاء الارتفاق العاني ارتخاء الارتفاق العاني اثناء طبعا الولادة علشان يساهل من عملية الولادة وبكده نبخلصنا الهيرمونات الجنسية تزكر وفي الانساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته